باقي الإضافات الخاصة بإلستريتور 2022 غير الإضافات الخاصة بالتعامل مع الأشكال المجسمة أو 3D ما هياش قوية قوي ولكن برضو تعال نشوفها تم إضافة أداة الروتيت الخاصة بالفيو لو أنا حبيت ألف في الفيو ده ممكن أضغط على أداة الهند دي باستمرار هتلاقي في أداة هنا اسمها روتيت فيو تول دي طبعا كانت موجودة في الفاتشوب قبل كده ولكن أضيفت إلى الإلستريتور لو اخترتها ممكن أجي بقى ألف الفيو هنا علشان أشوف التصميم من أكتر من جهة كأني بلف الشاشة مش أكتر ولو حبيت أرجع الفيو تاني كما كان أضغط دابل كليك على الأداة هيرجع كما كان تم كمان إضافة بعض الخيارات الخاصة بالسليكت للنصوص بمعنى إيه؟ تعال كده نعمل سليكت للنص ده لو أنا حبيت بقى أعمل سليكت لكل النصوص اللي لها نفس حجم الخط هختار من هنا سليكت وبعدين سيم طبعا كان فيه الحاجات دي قبل كده ولكن بقى فيه هنا سيم تاكست لو أنا قلت له فونت فاميلي يعني نفس شكل الخط اللي أنا واقف عليه وعمل له سليكت ده يعمل سليكت الباقي النصوص اللي لها نفس الخط أو طبعا اللي لها نفس الستايل أو اللي لها نفس الستايل والسايز أو اللي لها نفس السايز بس يعني مثلا لو اخترت font size هتلاقي هو عمل select لكل النصوص اللي لها نفس size بتاع الخط اللي انا كنت واقف عنده لو قفت تاني على النص ده مثلا وبعدين اخترت select وبعدين same وقلت له مثلا font fill color يبقى اخد نفس الخطوط اللي لها نفس اللون لو انا اتحركت كده هتلاقي فعلا هو عملي select لكل دول يعني بعض الخيارات الجديدة اللي تمت اضافتها كمان اضيف الى كل برامج ادوبي مش بس ال illustrator امكانية اضافة التعليقات ومشاركة المستند او التصميم مع اشخاص اخرين هتلاقي فيه اداة هنا اهي comment لو ضغطت عليها طبعا لو الاداة دي مش ظهرة من window هتختار comments هتظهر لك الاداة دي لو ضغطت عليها بيقول لي انت ممكن تخلي بعض الناس يشوفوا التصميم بتاعك ويعملو لك comment او تعليقات يدو لك بقى بعض الملاحظات لو انت بتشترك في التصميم ده مع فريق عمل بس الاول لازم تعمل save للتصميم ده في الكلاود خلي بالك بس الاختيار ده مش هيشتغل مع النسخة cracked لازم تكون نسخة اصلية ولازم كمان اكون عامل sign in بالaccount بتاعي على الكرياتف كلاود انا عامل already sign in لو جبت help هنا هتلاقي بيقولك اهو sign out لو انت ما كنتش عامل sign in هتلاقي sign out دي بقت sign in اعمل sign in وكمل باقي الاجراءات باقي الاجراءات ان انا اقوله continue هيقولي هتحفظ المستند ده على الكلاود باسم ايه هسميه مثلاً first وهعمل save اوكي كده بقى فيه امكانية ان انا اكتب كومنت وطبعا ممكن اعمل share مع اي حد لو ضغطت هنا على share ممكن اعمل copy لللينك ده واتدي بقى لأي حد علشان يقدر يعملي كومنت على التصميم بتاعي لو حد دخل على اللينك وبدأ يكتب مثلاً وعمل submit المفروض انا هشوف الكومنت ده وممكن اعمله reply وابدأ اكتب بقى ملاحظاتي ويبقى فيه مشاركة مبيني ومبين فريق العمل ادي كل التعديلات الجديدة اللي تمت اضافتها على illustrator 2022